بص بأخي نبدأ زي ما احنا قلنا كده نول مبروك لرجال الاهلي الفريق الاول لكرة السلة زي ما حضرتكم تبعته رجال بالنادي الاهلي توج بلقب بطولة كاس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري كانت مباراة قوية جدا بعد ما اتغلب عليه في المباراة طبعا كانت المباراة بين الفريقين مجمع صلاة صلاة الدكتور حسن مصطفى نتيجة كانت كام كانت تسعة وستين خمسة وستين المباراة بقا هنا لو هنتكلم عن الأداء كانت أداء قوي جدا بصراحة من الفريقين يعني مش هنتكلم نقول بس من فريق النادي الاهلي من الفريقين ولكن نجح لعيبي الاهلي في الظهور بشكل فعلا مميز خاصة احنا بنتكلم عن إيهاب أمين وعمر الجندي وحمد أبو النصر يعني أداء مميز 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 جدا كمان سيف سمير وسيف سمير توصن وأحمد اسماعيل يعني عايزة أقول لحضراتكم قبل ما تنتهي كمان المباراة بفوز الاهلي بنتيجة برضو تسعة وستين خمسة وستين زي ما كنا بنتكلم كان يعني مجهود مبدول على الأرض حاجة محترمة لما تشوف كده اللاعب وهو بيديك أفضل ما عنده بيعمل آخر حاجة يقدر عليها زي ما بيتقال كده آخر حاجة عنده بتؤدى في الملاعب فحاجة كانت محترمة يعني أنهت المباراة بالفوز وأعتقد فوز مستحق جدا فحاجة بجد محترمة مبروك علينا وأسعدتونا مبارح يمكن كنا بنقول المباراة هتبقى غدا ويعايزين أن احنا نفرح لكن الحمد لله فرحنا وحقا قلنا ده فأعتقد حاجة محترمة جدا يا كريم طبعا طبعا لا إنجاز كبير ما فيش ضرر تشك بهذا الأمر وطبعا مليون مبروك فوز غالي وعن جدارة واستحقاق لفريقنا